سيدة ليالي بداية اذا بتحب تحكيلي عن تجربتك يعني اليوم في ختام هذا المهرجان تجربتك في لجنة التحكيم اول شي بحب اقول صباح الفل العمان كلها وللاردن انا سعيدة لاني انا عايشة بمصر وجاي هون بمهرجان قوي جدا كان مفاجئ لنا كلنا افلام ممتازة مشاريع ممتازة نحن بلجنة انا وامين بلجنة تحكيم في عدة لجان تحكيم لكن نحن بلجنة تحكيم خاصة بالمشاريع والسيناريوهات والافلام قبل ما تكتمل يعني نعطي منح لا استكمال الافلام التجربة الحقيقة كانت غنية جدا لانه كان في مشاريع منطقة ممتازة ومتعددة ومتنوعة والحقيقة في مواهب اردنية كانت مفاجئة بالنسبة لي انا سعيدة جدا فيها مخبية مش عارفة ليش وان شاء الله هلأ رح تطلع بوجود هاد المهرجان القوي الثقافي اللي فعلا مكتمل للدعائم يعني انا جايل عمان انا دائما مهرجاناتنا مصر انت عارف مختلفة لكن هون في مهرجان جاد وجايب فعلا الناس بدهم يتعلموا بدهم يتطوروا في ندوات مهمة الحقيقة كان رائع المهرجان تجربة رائعة تمام تمام جميل جدا ساذة امين يعني احنا منعرف ما فيش دعم كتير كبير لهاي المشاريع بشكل عام فشو اهمية الجوائز اللي بقدمها هذا المهرجان من وجهة نظرك يعني احنا كما في صناعتنا للأفلام بحاجة لدعم صراحة في المراحل الأولى نعم لانه يعني انا كتجربتي انا عندي في المطويل الأول يعني كنت بحكي للمشاركين انه انا فاهم انت وين وفاهم المشاكل بتواجهوها لانه فعلا احنا يعني هذا الدعم سواء كان بسيط يعني رح يفرك كثير نعم في مرحلة التطوير يعني غير الجوائز اللي اخذوها هم مشاركتهم في المهرجان في يعني كيف قدموا المشاريع وكيف يعني احنا وصلتنا الوثائق المكتوبة نعم لما قدموها بعد ورشة عمل طاحني كنت تطورت بشكل هائل حلو اساد يعني دائما الاشخاص الطميحين انهم يصنعوا فيلم خصوصا اول فيلم بتكون هاي التجربة بجوز هي الاصعب من الناحية المعنوية كمان مش بس من الناحية المادية غير الاشياء التقنية اللي لازم تكون موجودة فشو بتشوف يعني كانت المشاكل الابرز بالنسبة له هدول المشاريع يعني ايش المشكلة اللي حظها عم بتواجه اكتر من شخص مثلا او اكتر من مشروع يعني هي مش مشاكل يعني هي مشاريع لسه في البدايات حديات يمكن اكتر حديات يعني هم يعني لازم يعرفوا قصصهم اكتر لازم الواحد يعني يفهم يعني بينه وبين حاله ليش هالكصة مهمة لانه انت بتحكي احنا افلام اولى نعم ممكن المشروع ياخذ منهم ست سنين سبع سنين انا مشروع ياخذ مني عشر سنوات نعم فانت بدك تكون جاهز انه انت دك تخد تجربة يعني بدها صبر وبدها فهي هو الموضوع فيه تحدي كبير طبعا استاذ السؤال يعني المهرجان كان فيه الميزة الاول الفيلم الاول وهي الفكرة يعني فكرة مهمة انه اول عمل للمخرج ومش بس للمخرج ممكن يكون للكاتب ممكن يكون للمؤثل الرئيسي فشو الميزة بفكرة الاول الحقيقة هذا اهم شي بالمهرجان فكرة العمل الاول مهرجانات كتيرة هلأ صارت كتير في كل العالم العربي وبالعالم كله لكن اهمية مهرجان عمان انه مهرجان العمل الاول نعم لانه التالنت او الموهبة بتكون طال عليسها لاول مرة محتاجة لدعم شديد من كل اللي حواليها بحب اضيف اذا بتسمح لي اول شي اذا بتسمح لي اشير انه زميلي وصديقي امين نايفي هو مخرج فيلم اه 200 متر الحائز على جوائز كتير اوان اه فالدعم بعدة اشياء هلأ بالنسبة لنا نحنا للجنتنا المشكلة دائما اصحاب العمل الاول بعرفوش يقدموا الفيلم فنحنا البيتشنج بسموه انه انه انت كيف تعرف تقدم فيلمك كيف تقول فيلمك بسطر او بدقيتين او بتلاتة بحيث تقدر تأجيب المنتج يقرى فيلمك يقرى السيناريو كله ويعطيك مصاري عشان تنتجي الفيلم كمان فيه شغلة تانية انه فيه شباب من ال او صبايا كان فيه صبايا اردنيات رائعات جدا بيطرحوا مواضيع بيكونوا خجلانين او مش عارفين الشخصيات اشية كيف انت تسلت على الفكرة الاساسية تبعتك ممكن تكون متبعثر بالله هذا فدائما فيه ووركشوب بتصير ورشات عمل عشان انت تعرف كيف تعمل السيناريو لكن اللي فات نظري اذا بتسمح لي اقولك انه بالاردن يعني هذا اللي كان فعلا رائع انه بيطرحوا المواهب الاردنية تحديدا بيطرحوا اشياء انا متفاجئة بشجعتهم انهم بيطرحوها يعني كان سواء بيطرحوها بشكل وثائقي او بشكل فيلم سينمائي روائي مثلا بنت بتحكي على مشاكل البدو كانت المتنقلين وكيف المشاكل اللي بوجهوها وإلى آخره بنت اخرى اسمها رزان وكبان اخدوا جوائز انه كيف الكورونا كيف العرسي بتحكي على العرس اللي صار في اربد بس بشكل ساخر وانت بتموت من الضحك وانت بتشوف كيف تناولت الموضوع القصص مليان فيه اصص لكن الفيلم هو انت كيف تتناول الموضوع في الحقيقة وفيه مثلا فيلم فلسطيني كان عن ام وقت الانتفاض ام بتصور اولادها طول الوقت طول عمرهم وبعدين وقت الانتفاضة بيصير رح يموته فبتوعد الله اسمه ثلاثة وعود بتقوله خلاص انا اترك بيت لحمه واطلع فهي بعدين بتلاقي بعد مرة حد الحرب خلاص بتقعد بترجع بيصير الانتفاضة الثاني بتقوله اسف يا الله خلاص انا قرارت اقعد بس الانتفاضة الثاني تقوله خلاص انا بدي اوفي وعده واطلع يعني فيه اشياء الام الانسان الفرح المعاناة البهجة الامال الاحلام كلها بنشوفها بالافلام بس بشكل مختلف فكل هذه الاشياء بالعمل الاول صعب انك تحكي عنها الا اذا كنت متمكنه لقيت مساندات مادية بالخبرات يعني وحد يعلمك كيف تعملها نعم نعم جميل جدا استاذ امين يعني كمان بدي اكمل على نفس الموضوع اسأل حضرتك وحضرتك من طول كرم فكرة المواضيع يعني فكرة انه هل انهك صناع الافلام حاليا مثلا من المواضيع الكبرى المواضيع السياسية مثلا اللي المنطقة كلها تعبت منها وصار الحديث انساني اكثر يعني صار انه صاحب المشروع بيبحث عن اشي يقدر المشاهد يكون في صلة بينه وبينه سواء اشي انساني اشي ممكن يكون يومي ممكن يكون شعور شو رأيك مية في المية يعني احنا بتخيل في الوطن العربي كلنا يعني عايشين في ظروف صعبة وانه نحكي بشكل مباشر عن المشاكل السياسية او المشاكل اللي اللي بنواجهها نعم مش راح تكون جذابي للمشاهد انه يعني هو بدوشد يهرب من مشاكله لكن اذا انت هاي المشاكل ترحتها بطريقة فيها ترفيه او فيها هاي عناصر التشويق نعم اللي اصلا يعني صناعة الافلام هي صارت لترفيه في النهاية طبعا فاذا انت ضمنت هاي يعني ضمنت القصة في هاي المعايير وكانت القصة انسانية بدرجة اولى فانت بتوصل للجمهورك مش بالعالم العربي في كل العالم يعني فانا فيلمي الحمد لله يعني بتجين رسائل من المكسيك من الهند من شمال مش عارف وين انه شكرا اليك اثرت فينا وشكرا على هاي القصة يعني فهاي هي القصة الانسانية بدرجة الاولى جميل جميل طب شو بتنصح يعني اللي عنده مشاريع جديدة يعني حضرتك خضت هاي التجربة وماشا الله كمان يعني مشروعك وصل للعالمية وايضا ليش ما منشوف يعني في عنا يعني مجهودات ممتازة لأفلام محلية او عربية وصلت للعالمية بجزء منشوف من فلسطين من مصر ولكن شو الاشي اللي ممكن يوصل الفيلم للعالمية تكون الفكرة اصيلي تكون الفكرة حقيقية ونصيحة للشباب يعني اللي بشتروا مشاريعهم الاولى اول شي صبر لازم يصبروا يعني حيكون فيه مشاكل وحيكون فيه تحديات كبيرة اثنين يسمعوا للي اكبر منهم ويسمعوا لاصحاب الخبرة يعني انا كنت اسمع ما كنتش يعني اكون متمسك برأيي او انو بد اكاتل العمل اللي بديها يعني لو تقرأ النسخة الاولى تقرأ النسخة الثامنة ثمان نسخ كتبت رح تشوف الفرق انه فيه واحد كان يعني يسمع ويتطور ويفكر مش انه لا انا هاي رؤية الفنية وانا بد اعمل اللي بديها حلو حلو الله يعطيك الف عافية ست ليالي يعني في النهاية اش بتحكي عن هاي الخبرة بشكل عام وشو بتنصحي الاشخاص اللي كانوا قائمين على المهرجان يعني احنا بنعرف انه مهرجان حاول يخلق حاله مش بس عروض يعني كان فيه عرض اول وتاني كان فيه ورش عمل وكان فيه استضافات وكان فيه انضمام ايضا للمهرجان العربي الفرنسي يعني كان فيه حالة يعني جيدة جدا شو بتحكي عنها زي ما قلتلك انا متأثرة جدا وسعيدة جدا انه الاردن انا كنت اعتقد انه جاي على بلدي يعني انا فلسطينية اردنية انه هذا رح يكون مهرجان صغير لكن المهرجان ولده يعني بهاي الدورة انا شفته كبير جدا انا بتمنى انه يستمر المهرجان وبتمنى يكون فيه دعم نحنا عندنا منتاج عربي كبير ضخم نعم منشوفه بيشاهده نتفلكسه بكل القنوات لازم يصير دعم حقيقي وانا بدعو كل المنتجين وكل لا دعم هذا المهرجان نعم هذا المهرجان هو رح يولد المواهب اللي بتصنع المستقبل فهذا مهرجان في غاية الاهمية الحقيقة وانا كتير كتير بشكر الهيئة الملكية للأفلام الاردنية للأفلام والحقيقة كمان مديرة مهرجان نادا دوماني رائع جدا رائع يعني فيه افلام انا منستغربة كيف اجت افلام مهمة للغاية وطيح للشعب الاردني كله انه يشوفها في تنظيم ممتاز الندوات جايبين ناس مهمة نطرح كتب مهمة مواضيع مهمة كان فيه لقاء مع الاستاذ محمد ملاص المخرج السوري مبارح برضه مهم جدا وبعدين انا متفاجأة كمان انه فيه دعم من من الاميرة الريم العلي كانت يجي كل يوم تحضر الندوات معنا وتحضر الانا استغربة نحن مش متعودين على هذا الاهتمام الحقيقي يعني مش انه بس شكلي لا هو المهرجان كله حقيقي نعم بدعم السينما نعم بس ستة عشان كمان المهرجان يستمر يعني اعتقد فكرة انه مش بس سينما البوبكورن سينماة الافلام الفنية الحقيقية كيف ممكن تستمروا احنا منشوف يعني سواء في الاردن او في الدول العربية اللي حوالينا ما فيها السينماات المستقلة خليني احكي مثل المسرح بيكون فيها عمل موسمي مهرجان بيكون بس موسمي بس ما بيكون فيه سينما مستقلة والسينماات القديمة مثلا اللي كنا متعودين عليها كلها اندثرت للأسف فشو المشروع اللي ممكن يكون عصري ويفيد بوجود الافلام الفنية تظلها موجودة وتنعرض طول السنة هلا انا رحقول شغلة يمكن تزعل بعض الناس مني فكرة انه الفن هو والسينما هي متعة وفائدة فكرة انك انت بس بدك يعني تعمل رسالة ولا بدك تعمل فن لأ انت بدك الفن يوصل للناس نعم اذا ما استمتعوا الناس سواء سواء استمتعوا انه ضحكوا او حتى بيكيوا او يتماهوا مع الشخصية اللي قدامهم يعني باللحظة انت ما بتلمس اللي قدامك نعم فانت بتكون خسرت فطول ما فيه متعة فرح يكون فيه نجاح انا هدى اعتقادي يعني جميل جدا من يعطيكم الف عافية على مجهوداتكم الكبيرة خلال هذا المهرجان ويعني متمنى الاثر يظله مستمر ومتمنى نشوفكم ان شاء الله في العام القادم شكرا كتير اهلا وسهلا شكرا 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 فيلمي 2 متر شان فيلمي يعني رح يكون موجود في صلاة السينما في الاردن بداية من 16-9 ممكن قبل فأنا رأيت الناس يعني يدوروا عليه ويحضروه لأنه كان ترشيح المملكة للأوسكار طبعا 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 بنتشرف الفيلم يعني اسمعنا عنه كثير وأكيد رح يكون إضافة لأي شخص بحضره شكرا جزيلا أستاذ شكرا نتمنى لك التوفيق كمان سهلا شكرا شكرا أهلا سهلا شكرا